اشتركوا في القناة انتهت بانخفاض في اعداد الاصابات كما ان صحة وسلامة الجميع اولوية لا يمكن التهاون فيها انهينا بحمد الله اول اسبوعين حتى الاول من اكتوبر من حملة نلتزم للبحرين بتناقص الاعداد نسبيا ويعود ذلك الالتزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية نود التأكيد على اهمية مواصلة الالتزام للبحرين لمدة اسبوعين اضافيين وذلك حتى الرابع عشر من شهر اكتوبر الجاري باذن الله من المهم الابتعاد عن التجمعات في مختلف المناسبات للحد من انتشار الفيروس اضافة الى مواصلة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل في كل الاوقات وعدم الخروج الا للضرورة المعيشية مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي وكذلك الحد من التواصل الاجتماعي بعد العودة من مقرات العمل خارج الاسراء الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود ولا نغفل اهمية التقيد بكافة الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية من الضروري وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من كافة ابناء البحرين عبر الالتزام ترجمة نانسي قنقر